أهلاً وسهلاً بيك ولبداية مبارك لك لحصولك على شهادة برود تدريبية الله يبارك بعمرك إن شاء الله ونتمنى إنها تكون بخدمة العراب صعبة أو سهلة؟ صعبة صعبة؟ من يا ناحية؟ كثير من النواحي يعني إذا كانت نواحي فنية ونواحي لوجستية اللوجستية أصعب لولفنية؟ لا طبعاً النواحي الفنية تكون أصعب لأن تعرف بيها تشعبات كثيرة وتدخل بعالم جديد يعني إذا كان من الجانب التكتيكي أو الجانب الفني زين أنا عندي سؤال أعرف إجابتها بس أريد المشاهد يعرف على حسابك الشخصي كانت هذه الشهادة أي أي شنو اللظام المعمول بي بالدول الأخرى كابتن؟ بصراحة يعجبني أنقل تجارب الآخرين طبعاً هي طبيعية جداً حال حال أي دورة إنه تدفع اشتراك طبعاً الاتحاد مالتكي يبعث اسمك للاتحاد القطري طبعاً أول شيء بالبداية نقدم شكرنا للاتحاد القطري واللجنة الفنية بالاتحاد القطري على استقبالنا يعني أنا والكابتن القحطان شثير أيضاً مبارك له أيضاً مبارك تبعث اسمك وبعدياً يعني هي عمليات الاشتراك مالتها اشتراكها شوي يعني عالي 70 ورقة تقريباً 70 يعني صافي من عدل السكن والإقامة والسفر وممكن الكورسات تطول خمس كورسات أو ست كورسات يلحقها مثلاً معايشة مع أحد الأندية مثلاً إذا طلبوا منك ممكن مرات يطلب منك معايشة مع أحد الأندية الأوروبية أو العربية أو إجباري أنه تحققها يعني نقول الله يكون بعوان المعندة يعني الدول مثلاً مثل دولة قطر هم اللي يقيمون الدورات واعتقد مدربيهم يعني يكون الأندية تتكفل بالزين نضرب مثال مثلاً يعني المعلومات اللي وصلت لي الاتحاد الفلسطيني يقال أنه سيارة خاصة تعامل خاص سفر فندق العراق شنو مقارنة طبعاً نحن عدنا من سوريا شخص تحياتنا إلى من الدولة الفلسطينية العربية اثنياً من عمان اثنياً مقسمين يعني صارت أكو اتصالات من قبل اتحاداتهم بالاتحاد القطري وقاموا لهم بتطبيق يعني كل الإجراءات اللي تخص اللاعب يعني تخص المدرب يعني منعدها الإقامة السكن منعدها السفر حتى الدفعات مع الدورة كان أكو تعاون بين الاتحادات مع الاتحاد القطري أكو طبعاً بروتوكول والاتحاد القطري اللي أمانه اتحاد متعاون مع جميع الاتحادات العربية هاي أمانة يجب أن ننقلها يعني وفصارت يعني هذه الإجراءات بالنسبة للمدربين اللي يجوا من خارج قطر حسيتوا باهتمام من المؤسسات الرياضية العراقية أثناء تواجدكم هناك؟ لا أبداً أمانة؟ يعني شنو الاهتمام يعني؟ اتصال، عناية، توصية، دولا موفدين ندير بالكم عليهم؟ لا طبعاً هو ما صار هذا الشيء وإحنا ما طلبنا من أحد محتاج أمانة هاي يعني أنا وكابتن قحطان ما طلبنا من أحد أنه يتصل ولا طلبنا بس إحنا كنا نتمنى أنه تكونك مبادرات يعني هاي أمنية دائماً يعني هاي إحنا مثلاً على مستوى السفارات يعني تروح حتى الدولة يعني تروح انت مثلاً مدربة أو مبعث يعني من العراق بصورة رسمية وجايب كتاب يعني السفارة حتى تبقى أربعين يوم وهناك يعني ما أحد يرفع عليك تليفون ويقول لك سلام عليكم فهاي شوية حزب نفسنا إحنا كعراقيين يعني إحنا دائماً ليش مهملين يعني من دولتنا من حكوماتنا من كنت أتمنى أنكم تطالبوا في حكوماتنا من حكوماتنا من حكوماتي